قبل ما أبدأ أي شيء وقبل ما أبدأ كواليس وقبل ما أبدأ أي حاجة طبعا الكواليس واللي حصل من مبارح للنهاردة وأسباب التغير من المدير الفني الأجنابي لمنتخبنا الوطني إلى المدير الفني المصري أولا ألف مبروك لكابتن حسام حسن ألف مبروك لكابتن إبراهيم حسن وكل التوفيق لمنتخبنا خلال الفترة القادمة ولكن ده الأساس اللي أنا ماشي عليه أنا لما أتكلم دلوقتي عن كواليس هي كواليس ما حدث خلال الفترة السابقة أو خلال الـ 24 ساعة السابقة حتى الآن ولكن قبل ما أحكي لحضراتكم كواليس الاجتماعات اللي عقدت صباح اليوم أو من مبارح بالليل الحقيقة ما بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بورياضة وأعضاء مجلس صدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المجموعة دي أو الدكتور أشرف قعد مع اتحاد المصري لكرة القدم بعد هذه الأعدة أو الأعدة دي أصفرت عن تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الأول خلوني الأول أستعرض مع حضراتكم أو الأسماء الأقرب للوجود في الجهاز الفني لكابتن حسام حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلام بشكل رسمي عن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني إلا في حالة واحدة فقط وهي أن الكابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وكابتن إبراهيم حسن مديرا للمنتخب كابتن حسام اختار معاه كابتن طارق سليمان مدرب كابتن سعفان الصغير مدرب لحراس المرمى وكابتن وليد بدر مديرا إداريا وكابتن أحمد الكاس فيه كمدرب هل سيتم الموافقة على كل هذه الأسماء؟ لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة اللي هيحصل ولكن إصرار كبير من الكابتن حسام حسن على أن تكون هذه المجموعة موجودة معاه خلال الأيام القادمة ولكن عشان المصدقية أنا عايز أقول لحضراتكم أو عايزين نتكلم عن الأخبار الصحيحة لأننا تبعت على الحقيقة على السوشال ميديا في الساعات الأخيرة كلام كتير جدا بيقول أن يعني مثلا أو أبدأ بالبداية أن كابتن حسام حسن مش معاه رخصة تدريبية هذا الكلام هو كلام غير صحيح أنا بس هنا بحابب أن أنا أوضح كل الأمور واضحة أمام حضراتكم أو يجب أن تكون كل الأمور واضحة أمام حضراتكم كابتن حسام حسن معاه رخصة تدريبية حصل عليها من الاتحاد الإفريقي في عام 2014 ستظهر لحضراتكم على الهواء مباشرة مع حضراتكم في لغة حصل برضو منذ أن تم الإعلان عن تعيين كابتن حسام حسن مديرا فنيا ولكن للمصداقية ونقول أن كابتن حسام واخد رخصة من 2014 مش اليومين دول من 2014 عشان تتقفل بس القصة دي ومحدش يتكلم فيها تاني ومحدش يطلع يضرب في كابتن حسام ولا في كابتن إبراهيم ولا في أي حد هذه الأسماء الكبيرة جدا سوى كابتن حسام أو كابتن إبراهيم أو كابتن حسام تحديدا واخد هذه الرخصة من 2014 نقفل بقى القصة دي ونبتدي نتكلم عن الكواليس وحالة التضارب الكبير جدا جدا اللي عليها المسؤولين الفاشلين خلينا أقول لحضراتكم المسؤولين الفاشلين مش لاختيارهم كابتن حسام حسن بالعكس اختيار كابتن حسام حسن مصر كلها تقريبا متوافقة على هذا الأمر ولكن أنا هنا بتكلم على التضارب في القرارات اللي بتحصل ارتباك بدون مبرر ما تقعد وخد راحتك وخد وقتك وتشاور مع الكل وبعدين خد قرارك حضرتك ما كنتش مجبر يوم الحد تطلع تعين كابتن محمد يوسف وتقول إنه هيجي معا مدير فني أجنبي مش أنا اللي قلت بالمناسبة ده حضرتك كاتحاد كرة أنا بقول إن هذا الاتحاد هو أفشى لاتحاد كرة قدم مصري مرة على تاريخ مصر الحقيقة يعني كل هؤلاء الأسماء من أول الأستاذ جمال علام ولهم كل الاحترام أنا بتكلم على كيفية التعاطي مع الأمور اللي معاهم كيفية اتخاذ قرار مش عارفين تاخدوا قرار مش معقولة القرارات العشوائية والتضارب اللي بنشوفه كل شوية للأخ الأستاذ جمال علام والكابتن والأستاذ خارد ضلندالي وكابتن حزم إمام وكابتن محمد بركات والأستاذ عامر حسين واللوع حلمي مشهور والأستاذ زهاب الكومي والأستاذ أبو الوفا والأستاذ دينا الرفاعي أنا بقول أن حضراتكم فشلين فيما يحدث مش عارفين تاخدوا قرار يخص منتخب مصر أنتوا أصغر من أنتوا تعملوا كده اللي أنتوا بتعملوا ده كلام لا يصح عب عليكم كابتن حسين حسين اسم كبير جئ محدش يدخل كابتن حسين وكابتن إبراهيم في القصة أنا من الناس اللي موافقة على القرار ده وبابصم عليه بالعشرة ولكن التضارف القرارات أنت عينت كابتن محمد يوسف وقلت حجيب مدير فني أجنبي يوم الحد يوم اللي اتنين طالع تقول أو يوم الثلاث طالع تقول بعدها بقى أقل من 72 ساعة 72 ساعة بترجع في قرارك وبتعين كابتن حسين حسين الذي يستحق كل التحية وأنا شخصيا يعني بشوف أن الكابتن حسين حسين يستحق أن يكون متواجد على رأس الإدارة الفنية في منتخب مصر وبيني وبينكو يعني هو اللي عليه الدور وهو الأحق كابتن حسين البدري جربناه كابتن إهاب جلال جربناه كابتن حسين ياخد دوره قيمة كبيرة وكنت أتمنى له التوفيق دائما لكن إحنا محتاجين الاتحاد مصري قوي الاتحاد يستطيع أن يتخذ قرار مش الاتحاد فاشل إيده مرتعشة مش عارف ياخد قرار ولما بياخد قرار بيرجع فيه بعدها في 72 ساعة شوية فشلة وجهة نظري يعني على فكرة بالمناسبة أنا بشوف هذا الكلام زي ما حضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت أنا كنت دائما لكن دلوقتي ما يصحش يا جماعة عندنا أسماء في الاتحاد المصري لكرة القدم لا تستحق التواجد لا تستحق التواجد مبارح تاخد قرار بأنه حجيب مدير فني أجنبي ومعاك كابتن محمد يوسف النهاردة بقول أنه كابتن حسين حسين وكابتن إبراهيم حسين ومعاهم التاقم التدريبي بتاعهم عشوائية في الاختيارات ما فيش أحسن من كده ما فيش كده ما حدش يعني يا جماعة في حياتي كلها الله يرحمك يا كابتن سامير زهر الله يرحمك يا كابتن سامير زهر كابتن سامير زهر كان سابق الناس دي بسنين وبعدين يزعلوا يقولك أنت إسلام بتهاجمنا وبهاجمكو إيه أنا ما بهاجمكوش أنا صوت 120 مليون مصري نفسهم أن انتوا تمشوا نفسهم أن انتوا تاخدوا قرار القرار الوحيد اللي واخدينه صح هو كابتن حسين وإبراهيم حسين لكن القرارات العشوائية والمتضربة والنهاردة بقرار وبكرة بقرار انتوا حسابكو قرب والله أقسم بالله ما فيش نقطة إيجابية لهذا الاتحاد ما شفتش غير فشل فقط فشل وارتباك وتضارب وحالة من الفشل الزريع والمستمر وبدون مبرر الموضوع مش مستهل كل ده الموضوع أقل من كده بكتير ما فيش دغوط حضرتك أقعد وخد راحتك في اتخاذ القرار كل الناس مسندينك وبصراحة أنا بشكر دكتور أشرف صبح بصراحة والله العظيم بشكر دكتور أشرف صبح يعني فيه حاجات كتيرة جدا مش حاضرة أتكلم فيها ولكن بجد هذا الرجل تعب كل يوم بقرار وكل يوم بهمة يعني كل يوم بقرار وكل يوم حاجة جديدة تعلموا ان كابتن محمد يوسف مدير فني مؤقت أو ترموها وبعدين قبلها بشوية تقولوا لا أصل كابتن محمد يوسف مدير بعام وبعدين قبلها وبعدين أصلوا مدير فني أجنبي لغاية تنبرح بالليل يقولك مدير فني أجنبي النهاردة الصبح يقولك لا حنجيب كابتن حسام حسن هو كابتن حسام حسن دا لعبة في إيديكم أبسط حاجة كنت حضرتكو سبور شوية طالما حضرتكو موكل عادة مش مستقرين على حاجة ومش عارفين تعملوا إيه عموما إحنا أنا شخصيا بقيت أتوقع منكم أي حاجة وكل حاجة والله العظيم تلاتة كل شوية في تكر كابتن سامير زاهر ناس تقولك كابتن سامير زاهر كابتن سامير زاهر دا الله يرحمه مثل هؤلاء الأشخاص اللي بيفكرون بي هذا الرجل المحترم الله يرحمه لكن الانتحاد كرة مش عارف ياخد قرار انتحاد كرة مش عارف ياخد قرار مش عارف يمشي مدرب أجنبي ولا يجيب مدرب أجنبي دخلنا في شهر تاني اللي هو شهر فبراير عشان مش قادرين ياخدوا القرار قبل يوم 1 فبراير فالراجل حياخد 200 ألف يورو دا كلام الأستاذ عصاب شلتوت مبارح قالوا معنا هنا على الهواء مباشرة فدفعوا البلد 200 ألف يورو كمان الناس دي لازم تتحاسب حساب الملكين بتهمت الإهدار يعني فلوس معرفش ما تاخد قرارك قبل يوم 1 فبراير قبلها المنتخب طلع يوم كام يا جماعة قلولي بس قلولي المنتخب طلع يوم كام اقعد حضرتك مع أعضاء اتحاد الكرة القدم وخدوا قراركم واحدة واحدة وبالراح لكن تكبدوا خزينة الدولة أو الاتحاد المصري لكرة القدم 200 ألف يورو تانيين إذا صح هذا الكلام اللي قال له سوز عصام مبارح سوز عصام شلتوت أما انتوا بتدفعوش من جابك وما فيش حساب محدش بيحاسب واضح ان ما فيش حد بيحاسب الناس دي كيف يمكن ان يتم او كيف يتم اتخاذ القرارات في الاتحاد المصري لكرة القدم والله العظيم تلاتة عيب اللي احنا بنسمعه ده عيب وما يصحش القرار الوحيد اللي تم اتخاذه بشكل سليم هو كابتن حسامة ومش هقول لحضراتكم ان الاتحاد ده هو اللي خد القرار هو القرار طلع على الورق باسم الاتحاد يعني الاتحاد خلاص هم اللي خدوا القرار اعلى الورق ما هون ناس اللي لقيت ان مش عارفين ياخدوا قرار مش عارفين ياخدوا قرار تخبط اداري كبير جدا 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 بجد يعني انا خلال الاربع خمس تيام اللي فاته كنت بحاول ان انا يعني اقول ايه لا الناس دي هتاخدتها الطرف تقعد بقى وتاخد قرارات والناس كلها وهما ناس محترمة طبعا وعلى ادناغي من فوق ده ملوش علاقة انا بتكلم على فشلهم في اتخاذ القرارات الادارية جوه الاتحاد انا هنا لا اتكلم عن اشخاص ولكن اتكلم عن فشلهم في اتخاذ مثل هذه القرارات المنتخب طلع يوم 28 واحد اول مسافة الوقت قليل ولكن اععد كل يوم ما نمش ما قفلش عناية غير لما اععد انا واعضاء الاتحاد جمعية العمومية من تخباكو عشان كده عشان اععد وحافظ على فلوس الاتحاد المصري لكرة القدم الوقت قليل لكن اععد 24 ساعة في ال 24 ساعة ادرس وشوف وحاول اقول انه خلاص اتخذتوا قرار باقالة فيتوريا خلاص قيل فيتوريا من قبل من قبلها من قبل يوم واحد في الشهر قيل فيتوريا وقعد بقى اهدى وهات السفيهات بتاعت الاجانب وهات السفيهات بتاعت المصريين وابتدي اتكلم هل نستبعد السفيهات بتاعت الاجانب اه نستبعد السفيهات بتاعت الاجانب عشان ما يحتاجين ان احنا ما عندناش دولارات وما عندناش وما عندناش وما عندناش وما عندناش وما عندناش او الفترة القادمة تحتاج الى مثلا يعني مدير فني مصري خلص يبقى نستبعد الأجانب نتكلم عن المصريين إذا اتكلمت عن المصريين فيش قال حسام حسن أو نمر واحد حسام حسن هو ده اللي كان وخد وقتك بعدها قيل فيتوريا قبل يوم واحد وبعدين خد وقتك لكن كابتن محمد يوسف أنا الحقيقة معرفش كابتن محمد يوسف اعتذر ولا لا ما قدرش أقول لحضراتكم كابتن محمد يوسف اللي أنا فهمه يعني لو كابتن محمد يوسف اعتذر حيطلع يقول أنا اعتذرت لكن اللي أنا فهمه إن كابتن محمد يوسف موجود لغاية هذه اللحظة موجود فين مع مين بيعمل إيه ما عرفش ما الله يكون فعونه برضو هذا التخبط الشديد من الاتحاد المصري لكرة القدم التخبط الواضح ومش عايزة أكون قاسي في كلامي ولكن أنا قعدت أنتظر خلال الأربع خمس أيام اللي فاته هو الاتحادة هيعمل إيه وقعدت أتفرق زي كثير من المصريين وانتظرت لحين اتخاذ القرار الصح أول قرار الصح ياخده هو أوجود كابتن حسام وكابتن إبراهيم لكن هذا التخبط يحتاج إلى أو الاتحاد المصري لكرة القدم يحتاج إلى ناس عندها القدرة على اتخاذ القرار الإداري مش مثل هؤلاء أنا بتكلم هنا على اتخاذ القرارات وليس الأشخاص الأشخاص كلهم أصدقائي وأخواتي ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر والله عيب اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات